اشتركوا في القناة اولى مجمل العلاقات الاخوية الوثيقة بين مصر والاردن حيث تم الاعراب عن الارتياح لمستوى التنسيق القائم بين الجانبين مع تأكيد اهمية مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري اتساقا مع مستوى العلاقات السياسية والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين كما تم تبادل الرؤى فيما يخص تطورات عملية السلام في الشرق الاوسط والتنسيق القائم بين البلدين الشقيقين في هذا الصدد حيث تم تأكيد اهمية مواصلة العمل في هذا الاطار على تكثيف الجهود الدولية لتسوية الازمة الفلسطينية استنادا الى ثوابت ومرجعيات الشرعية الدولية كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار احمد فهمي صرح بان الاجتماعات ناول استعراض المشروعات القومية الزراعية على مستوى الجمهورية في ضوء ما تم تحقيقه في هذا القطاع الحيوي من تقدم مضطرد خلال السنوات الماضية في اطار خطة الدولة لاحداث تغيير جذري في خريطة مصر الزراعية من خلال جهود ضخمة وغير مسبوقة لاستصلاح ملايين الافدنة في مختلف انحاء مصر خلال فترة زمنية قصيرة بما يتجاوز ثلاثة ملايين فدان جديد ستتم اضافتهم قريبا للرقعة الزراعية وهو ما يزيد على ثلث كامل مساحة الاراضي الزراعية الموجودة في مصر كما اطلع السيد الرئيس على الجهود الرامية لزيادة وتحسين انتاجية الفدان في مصر من ناحية الكم والنوع التي أدت إلى تقدم مصر في الترتيب العالمي لانتاجية الفدان إلى المراكز الخمسة الأولى في العديد من المحاصيل ومن بينها الأرز والذرة والقمح حيث وجه السيد الرئيس بمواصلة العمل لحوكمة استخدام الأسمدة والتقاوي وتفعيل نظم الرأي الحديثة لتوفير المياه وكذا تيسير استخدام الميكانة في الزراعة لتقليل الفاقد أثناء الحصاد بالإضافة إلى دور البحوث العلمية الزراعية المهم في هذا الصدد وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس تابع أيضا معدلات نمو الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة إلى الخارج التي تحقق طفرة كبيرة إذ تجاوزت 7.5 مليار دولار خلال العام الماضي 2022 حيث وجه سيادته في هذا الصدد بمواصلة الجهود المكثفة على محاور توفير الدعم الكامل للمزارعين والعمل المستمر لتحسين الجودة والحفاظ على تعزيز سمعة المنتج المصري عالميا من خلال الالتزام بالمواصفات الدولية في هذا الشأن كما أكد السيد الرئيس أن الجهود الكبيرة المبدولة لتطوير قطاع الزراعات واستعادة مكانة مصر التاريخية في هذا المجال تأتي في إطار جهود تنموية شاملة تتكامل فيها جميع القطاعات الاقتصادية من زراعة وصناعة وبنية تحتية وطرق ومرافق ونقل وتجارة لتحقيق أعلى قيمة مضافة للمنتجات المصرية بما يمضي بمصر قدما على طريق تعزيز الأمن الغذائي لسيما في ظل الظروف الدولية الراهنة المضطربة بالإضافة إلى دفع جميع مكونات الاقتصاد الوطني للأمام خاصة توفير فرص العمل وزيادة الصادرات والحد من الاستيراد لصالح تحسين مستوى معيشة المواطنين